في بداية الإصحاح أسيس نيكولا أنت قرأت من دانيال سبعة وذكرت أنه عند المحاكمة يسوع اقتبس نفس الآية اللي هي موجودة في دانيال إذا ممكن توضح لنا أكتر لأنه هاي نبوة من دانيال يعني قبل مجيء المسيح بمئات من السنين إذا ممكن توضح لنا هذه النبوة وما تحمل في طياطها من معاني ولسيما في العهد الجديد نعم رح نصرف ما تبقى لنا من الوقت نتأمل تقريبا بأي وحدة لكن كمقدمة بالصحاح سبعة والأي الأولى بقول في السنة الأولى لبلشصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورأى رأسه على فراجه حينئذ كتب الحلمة وأخبر برأس الكلام أجاب دانيال وقال كنت أرى في رؤياي ليلا ويسرد ماذا رأى فإذا هذه النبوة هي رؤية رأاها النبي دانيال نحن نرجع شوي لهون لكن ملخصة أيتين بالآية 13 كنت أرى في رؤى الليلي وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه أنا دايما بقول لما أريد أن أحكي عن أي شيء قالوا أو نبوة بقول ماذا فهم اليهود حين قال هذا الكلام مش مهم كما ماذا فهم العرب ماذا يفهم الأمريكان نعم في النبوة المعصرين فهموا تماما مثل هلأ أنا وياك عم نتكلم هون لو بعد 600 سنة قدر لأحد أن يرى الفيديو لازم يعرف شو كان عم بيدور بفكرنا هلأ مش كيف سيكون المجتمع بعد 600 أو 700 سنة أو أكثر فماذا فهم اليهود حين زكر مع صحب السماء لو تسأل أي يهودي من هو راكب السحاب ماذا سيقول من هو الذي يتكلم من السحاب أو يركب على السحاب أو يظهر على السحاب أو سيأتي مع السحاب شخص واحد يهوة إلهينه الرب إلهنا والآيات كثيرة مزمور 68 أربعة غنوا لله رنموا لاسمه أعدوا طريقا للراكب في القفار بالعربي يجي في القفار بالإنجليز يقول باسمه ياه لهو اختصار اسم يهوة واهتفوا أمامه فأزم من هو هذا الذي يركب على السحاب الله بمزمور 104-3 المثقف على ليه بالماء الجاعل السحاب مركبته مركبته الماشي على أجنحة الريح واحد بس إشعية 19 واحد وحي من جهة مصر هو ذا الرب راكب الرب تعرفي كناي عن يهوة الله أدناي راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها بعدين برجع الرب يصور المسيح يقول أنه هو الذي سأتي على السحاب بمتى 24 مرقص 13 لوء 21 متى 26 مرقص 14 أيات عديدة يأخذ المسيح هذه الصورة ويجعلها عنوان دوره ومملكته في المستقبل آتيا على السحاب على سحابة المجد وقاد بول وسيرون ابن الإنسان آتي على سحابة المجد وقاد بول وسترون ابن الإنسان آتيا على سحابة المجد فكلما تكلم عن مستقبل مجيئه وملكه يختبس هذا التعبير هذا الذي تكلم عنه دانيال هذا الذي يركب على السحاب الإله هذا أنا الذي سيأتي وسترون قال له لرئيس اللي كان أنت رح بتشوف النار يلي رح بتشوف في ابن الإنسان آت قال له بس بكفة هذا أنت يلي بركب على السحاب لأنه بيعرف كتير منيح أنه الذي يركب على السحاب ويظهر من السحاب ويتكلم من السحاب ليس أي شخص إلا إله العرد القديم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر